السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بسام الشمع صلاح الدين الأيوبي كان رجل قائد عبقري وفي نفس الوقت كان قلبه رئيء ورحيم جدا جدا عندنا قصة جميلة أوي عايزة حكهلكم حكهلنا بهاء الدين ابن شداد هذا الرجل العظيم اللي كتب يوميات صلاح الدين في كتاب اسمه النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية يوسفية هي جاي من يوسف لأن اسم صلاح الدين الأيوبي لما اتولد كان يوسف بيقول لنا أن كان فيه مجموعة من الأسرة اللي أسارهم المسلمين في بيروت وكان فيه منهم واحد كبير في السن والحادثة اللي حصلت مع الرجل الكبير في السن ده بينه وبين صلاح الدين كان بيصفها بهاء الدين من شداد وبيقول ولقد شاهدته منه يعني رقة قلب ورحمة في ذلك اليوم لما يرأى أعظم منها يعني ما شفتش عظم من كده يعني هو بيحكي لنا بيقول لنا أن الشيخ دوت كان كبير جدا في السن كان شيخ كبير طاعن في السن وبيوصفه لنا كمان وصف دقيق جدا بيقول لم يبقى فيه فمه درس يعني ما فيش درس وفيش سن الدرس في فمه لأنه كان راجل كبير والسنانه كانت وعت ولم يبقى له قوة إلا مقدارا يتحرك بها لا غير يعني بالعافية عنده قوة أنه هو يتحرك فبيحكي لنا أن صلاح الدين الأيوبي قال للترجمان سأله اسأله يعني اسأل الرجل الكبير ده الطاعن في السن ده ما الذي يحملك على المجيء وأنت في هذا السن إلا خلاك تيجي من آخر الدنيا علشان تجلنا هنا هو وكم منها هنا إلى بلاده يعني اسأله اسأله الرجل الكبير في السن ده اللي جاي مع الصليبيين ده وجاي مع الفرنجة ده ده إيه المسافة اللي ما بين هنا وما بين البلد بتاعته فرد الرجل الكبير في السن بيقول أما بلادي أتكلم بها على بلاده بقى أما بلادي فبيني وبينها مسيرة تقدت أشهر بيني وبين بلادي في مسير قعد أمشي شهور وشهور عشان أوصل بلادي أو لما هو جاه على المنطقة أخد شهور وأما مجيء فإنما كان للحج إلى القيامة ترجمة نانسي قنقر